موسيقى جئت لا أعلم أين ولكن أتيت ايه ايه انا اللي أتيت وأعلم من أين يا زودي في ايه؟ شفت زي ما قلت لك بالظبط 24 ساعة مخستوش ساعة يا الدفع يا الحبس قلنا بي يا زودي انا مش فيقلك كفاية اللي انا فيه مالك يا فارس في ايه؟ متضيق ليه؟ فاتفضلي وانت عارف يا زودي الورث والجواز مش لها عروسك؟ ما تقلقش دواك عندي انا حجوزك نعمات خرز البقر خرز ايه؟ البقر دي كترقاصة بترقص بالشمعدان اربع تدور بسكانه ومساعدت البيه بس الحمد لله تابت وانا حتجوزها ولا حجوز الشمعدان؟ هتتجوز سوري؟ ولما هي هتتجوز سوري انا هعمل ايه؟ كده وكده يا اخي اه قصدك جواز سوري سوري ايوه طبعا تمدي على القسيمة تستلم المراس واتطلقها بعد كده يا اخي والله فكرة حلوة تصدق اهل واحد برضو ما ببقاش تجوز بجد ويقفش الفلوس ودي بقى هتجيبها ليه انت؟ تخرج من المستشفى بالسلامة بإذن الله مستشفى؟ اه ليه هي امالة؟ بتعمل عملية زرع تحال والتحال بتاع عماله؟ اتاكل من عوامل التعرية ايه عندها كم سنة؟ خمسة وتسعين سنة خمسة وتسعين؟ هتجيب لي عروسة عندها خمسة وتسعين سنة يا زودي؟ يا سيدي احنا مش عايزين اكتر من كده تمدي على القسيمة وتستلم انتها المراس واستلم انا الفلوس وان شاء الله تموت يا اكلي طب ودي ايه؟ هتكمل معانا ازاي دي؟ احنا نبقى نكلم غلاب يجيب أمبوبة اكسوجين يحطها جنبها في الكوشة والله هيتصدق انت طلعت اجدع من غلاب انت طلعت قلبك علي اهوه انا مش قلبه عليك الصراحة لا قلبه على الفلوس ايا كان يعني مهم خلاص قولي مبروك البقاء لله حياتك اللي بقى الحق انا بقى اروح اجيب تصريح الدفن اتفضل ممكن اسالم عليك تاني ليه؟ عشان لقيتك مرة واحدة واحشتني موسيقى 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 يا اهلا وسهلا يا فادم منه ورا القوتيل كله احنا النهاردة في عيد والله في عيد ايه القوتيل الكحيان ده؟ نعم انا حسن انا داخلها بانسيو ولا لوكانتا معمول لها أبجريد نعم وبعدين في ريحة وحشة في المكان مش عارف مش طيقة ريحة ريحة دي منك انت؟ لا والله يا فاندم لا لا دا كعمل كده يبقى انت؟ لا يا فاندم انا مستحمي والله اه اوكي بص انا مش طيقة المكان بصراحة باللي فيه تحب حضرتك يا فاندم ابعتك على قوتيل تاني مع احتفاظي بالتبس؟ انت تتبس باللبس بتاني ليه؟ ده لبسي انا بعدين ايه التبس يا فاندم؟ ايه دا حبخرني يعني ايه؟ ايه التبس يعني؟ بعدين انا مش قادر اروح ادور في مكان تاني انا تعبانة على فكرة بقى يا فاندم التبس هنا اقل من بره بكتير تبتتكى على التبس يعني؟ من شكلك هتاخد مية تبس على ايك ربينا يخلى حضرتك كيف انت؟ يا عزقه احب الكاش معك فكت متين؟ فكة؟ اه؟ يا نهارة بينا وأنا اللي كنت فاكر هاخد الميتين كلها يلا اهي نواية اسنل الزير يلا هي ألف جنيه؟ اتفضلي يا فاندم اتفضلي مرسي جدا مرسي جدا مرسي جدا ما عليش اشن بس متأكد بس من الله اه في ناس اصبتك بقى كلاب بس سفر الاخير ده مش باقي مموة فاهم؟ بس ايه؟ عشان نفقه ايه اسرقها تمام يلا السلام عليكم لا يا فاندم بعدها حضراتك كل سنة وحضراتك طيبة اهو وانت عايز تبس برضو؟ طب غمى دانيك اتحينك؟ عايز التبس اللي في اليد دي ولا اللي في اليد دي؟ خلينا في اليمين ايه بقى دي؟ مفيش تبس يلا سلاموا عليكم لا بعدها حضراتك اللي تشوفيه مش ممكن مش ممكن انت فظيه ما بصبش حقك اتفضل يا سيدي عشرين جنيئة اهي؟ ايه بقى؟ يلا وجاي على نفسك كده ليه يا فاندم؟ سلام عليكم عليكم السلام ايه؟ الميتين جنيئ بتاعتي بعدين بعدين لا هو ايه اللي بعدين؟ هو انا كمان هصرف عزبين واتي صوتك يا حيوان انت؟ تطول تصرف علي؟ بقولك يا فاندم انا معنديش مقدة وقاليلي الزوق انا عايز الميتين جنيئ بتاعتي دلوقتي حالة يا اخي يا اخ خلاص الرحمة والانسانين عدمه اعتبرني امك الصغيرة امي اتطول تقى بقى انا امك بقولك ايه؟ ما تتوهينيش اديني الميتين جنيئ اصلا ايه؟ اصلا انا بصراحة جاي هين ودور عليكم ووعدك اهو المرتب اقباطه اديك الفلوس بتاعتي اهو بجنبي يا اخي في ايه؟ صحر الله العظيم يا ربي انا لو جاي يعمل بطاقة كان زماني خلصت الإجراءة بتاعتها وروحها يا فندم يا فندم انا بقى لي ساعة واية فما حضرتك ما فهمتش اي حاجة غير ان انت اسمك إسراء إسراء؟ ايوة حاف كده؟ انا بجد مش فاهمة بيشغلوا الاشكال زيكم ازاي؟ في القوتلات الكبيرة دي لا وكمان في الريسابشن على فكرة فندم هم تخرجوا معايا شهاد تقديل كويسة جدا يا حبيب لا حضرتك لا بسمحلكيش عسنا اقول لها حضرتك على حاجة لا انا بكوحة حضرتك بالحق اكوح بكوحة ايه ايه دا فيه انت مجنون يا ابني انت واحد انت خليتني اقطع معاك انت معضي يلا؟ لا انا مش معضي جمال ايه في ايه؟ انا حضرتك عايز اقول لها حاجة اخرص اخرص اقول للمدير بتاعك يلا واقوله ان اسراء وصلت وخلي بالك لو عارف ان انا وصلت واستنيت لحظة واحدة هيرفدك اللحظة بتفت رمز الجب انت نازل انتخابات ده على اساس ان انا جاية باليفطة يعني؟ لا انا اسف انا اسف انا اسف انا حكلم مستر فارس المدير بتاعي واقول له انه استاذة اسراف وصلت يلا اسراف قله اسراف يا لا ايه السور يا مادام مادام مش مادام صح؟ مش مادام انت هتكلم انت هتكلم مهباين عارف انت لو اسلوبك يتغير بحيلوك ربنا يا باركلي واجيلك فرحة الاسراء لا 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 باعني افرح بك يلا انت هخلتي اللي اتاتى ليه كده مهباين لك ابنك اتكلم عارف اذا لو اسكوت انا ما اسكوتش بعد إذنها داك أنا عندي هنا إسراءة هاني موقفة معايا نعم فانا؟ خدها من إيديها ووديها عند حضرتك وشوف تشرب إيه؟ حاضر فانا، لأ أوامر، أوامر استأذن حضرتك أجي أخذك من إيدك أوصلك لمستر فارس وشوف تشرب إيه؟ تخدني من إيدي توصلني لمستر فارس دا على أساس أن أنت موديني الحضنة أولا تلكيك الشباب إيه؟ تلكيك الشباب إيه حضرتك أنا مال أنا أقول مقول ولا ولا ولا، أنت بتشوّحي ولا إيه؟ أقول لك إيه؟ لأ أقول لك إيه؟ أنت عايز دماغين على فجرة دماغين؟ آآ أنا ما أتكلم ليه؟ مدلج إيه من الكلام؟ أعرف إلا هو يسكتش فام يسكتش؟ أيوة أنت عايز إيدوا دي حضرتك تعالى ففضل ودييني المستر فارس حالفيني أنت لسه هكلفيني يلا يا بيه؟ لا تحت أمرك اللحظة بتفرق بشمس الجمعة عناية تحت أمر حضرتك تحت أمر حضرتك يا نهار إيه؟ تحت أمر حضرتك إحنا نصلي الجمعة يا بي إيه؟ لا أنا كل اليوم وقف على رجلي فبيطلعي دولي وكلالي كلالي؟ آآ فضل لي حضرتك فضل يا إيه؟ فضل يا إيه؟ فضل يا ستة الناس منورانا منورانا فضل يا بيه؟ فضل يا بيه؟ خريج معك للا سبك ياه؟ آآ خريج معك للا سبك ياه؟ أهلا 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 إسراء هانم المفاجئة الحلوة دي ميرسي أنا آسف إن أنا أجيت بعديك يعني ما تقررهاش تاني بس ما كنتش عرف إن حراج سنجك صغير كده تشواف على فكرة ها؟ عجبك القوتيل؟ بصراحة قذر قوي وأنا لو عرف إن الموضوع كده ما كنتش جيت مخصوص من القهيرة طب يعني إيه اللي ما عجبكيش في القوتيل؟ قصدك إيه اللي عجبني في القوتيل؟ حردك القوتيل بتاعك ده محتاج إعادة ضبط المصنع يتفارمت كده من قول وجديد فيرجع قوتيل؟ طيب محرج بقى هتعمل اللي إحنا مقدمناش نعمله بس دي مهمة صعبة قوي اعتبر القوتيل بتاعك من اللحظة دي كنتش متخيلة إن الموضوع يبدأ بمشاكل كده بصي إبعاتي بس المدير المالي بتاعك وإحنا هنتصرفه كل حاجة بس أنا مليش مدير مالي أنا متعودة أنا اللي اتفق على الديل بتاعي ديل؟ أه بس برافو انهم أنت بتعمل لي كل حاجة بنفسك قولي بعى يا فهرس؟ قولي بقى يا فهرس هتديني كم؟ قدك إيه؟ هو أنا هتديك القوتيل اللي حيلتي وادفعلك عليه فلوس كمان؟ تديني القوتيل؟ مش حضرتك إسراء هانم اللي كلمتني في التليفون وجاء تشتري القوتيل أشتري القوتيل إيه حضرتك؟ هو أنا لا أياكل عشان أشتري القوتيل أم اللي أنت جاية ليه؟ جاية دورة على شغل أنت جاية تشتغل عندي؟ مفجأة صح؟ طلعي برا إيه ده إيه ده فارس فيه إيه؟ أنت بتكلمني زيك؟ فارس قمي يا بيت قمي فارس إيه؟ يا نهار إيه؟ قمي آآ آآ تمام تمام بس خلي بالك أنت كده رفتني من قبل ما تعينني برا برا؟ ماشي ماشي تمام ده إيه ده؟ يا أم تعم طازة قوي يا أبو فارس آآ فارس يا جماعة هتعملوا إيه في البنت إسراء الوحشة؟ الشريرة دي أنا سمعت إن هي هتشتري الفندق من فارس أيها فعلا مستر فارس قال لي كده هو بيكلمني في التليفون المصيبة إن هي أنا عادة أكيد حجيب موظفين جداد وتتردنا كلنا وإحنا بقى نبدأ من أول وجديد ونرجع لحياتنا القديمة طبعاً طبعاً ده هتردوكم يعني شر بالاية وإحنا هتترد لوحدنا وإحنا هتتترد معانا ها؟ هتترد معانا آآ طبعاً معاكم طبعاً يعني ما أنا 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 مش زي سيبكم أنا صح يا سعيد؟ بس مش كلا دكتور أمجد إن أنا لو اتردت خايف هرجع شو أغلنت الأوانية لأنه كنت بشتغلها وأنا صغير قبل ما اشتغلين أذهب أزم مالك أصلاً وأنا صغير كنت شايف لأ أذهب عشان خاطر يقول كنت بشتغل على باب صايد باب؟ آه نعمل إيه؟ ممسك يافتة كده وأقول فيديو جيم ونت فيديو جيم ونت فيديو جيم ونت سايبر من السعب 5 جنيه سعب 2 جنيه سوبر ماريو عربييات سوبر ماريو فيفا يابانية يابانية يلا تعالى الله أنت بطولة حلوة أدهم أدهم على فكرة أنت لو كنت استمرت في المهنة دي كنت هتبقى أنجح من شغلك في رسابش يا بلا خليك يا دكتور تسلمني بس أنا معقد يا أنا عشان وانا صغير كانت لقلب تبشي كده وتخطف مني بتاع وتقولي يا لتيكين وتجري حد كان بيزئولك بطوبة؟ كان في حد بيزئولي بطولة حد كان بيشنكي لك وانت ماشي؟ كان بيشنكي لك وانا صغير برضو برضو انت مضيك أهمل من ناس كتير يعني أنا 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 مش عايزك تتحرج من مضيك لأن في ناس الماضي بتاعها أسود دوله وأضحل من كده أضحل الزالد ناس 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 كده يعني ناس دكتور قول أطفل أدهم دكتور أكسوف تكسفش يعني أقول قول وسعيد امشي يا سيد هو أنا غريب أقول أقول لكم أنا صغير في المدرسة كنت ببدل سندوشات الجبنة بتاعتي بسندوشات اللانشولن مع العيال واللي مارضاش ديني بديله بقلة في منخيره يا بقلة دي بدنسبلك السواد اللي في حياتك؟ لأ ما لإيه؟ أنا عملت حاجات أسوأ من كده تقول مكسوف يا زيني قول أدهم قول دكتور بصراحة بعد العصر كنت بخش الصيبر ها قلت بحبه جدا أيو راجب بقى يروح شمال يمين وروح وأخدالها الدراعات اه تمل اه وروح فكاكها اه اه فكاكها كلها وباحها بالقطعة باحها بالقطعة؟ أيو تستاكل فيه؟ أنت تستاكل في مرازيق البلد مرازيق البلد؟ فين؟ أيوة جاء جام بمراجيح عم مرزوق والسايبرك اسمه إيه؟ عم مرزوق الأكبر تعرف أنا مين؟ أنت أدهم أدهم ابني مرزوق الأكبر لأ لأ عديك بقلة في وشك ما تتكلمش مع أبيل اسلوب ما تتكلم باسلوب ما تتكلم باسلوب ما تتكلم باسلوب أنت حاجب إيه؟ أنت إيه الأدب؟ يا جماعة استاهدوا بالله جماعة مرزوق مين وصايبر مين؟ إسرق مين اللي بتتكلموا عليها دي بالصبح؟ يا عم إسرق إسرق اللي الصبح فضل تهزق فينا أنت إيه يا الله؟ اللي اللي عايزة تشرق إيه؟ تشرق تولي إزاي؟ دي سلفة مني متين جنيه قالت لي هرجعهم لك بعد أول مرتب لأ إيه؟ رجع تاني بتكلامك يا سلفة منك يا حبيب؟ متين جنيه ألفة منك متين جنيه؟ آآ يعني كل التهزيئ اللي إحنا تهزقناه ده وسلفة منك متين جنيه؟ والله يا العظيم يا وريك أيام سودة يا سعيد وانا ما أنا أنا أدهم وانا مش الصبح قلت لك الديني متين جنيه عشان أكمل واجيبه العربية؟ ايه متين جنيه تجيب مين مع عربية إيه؟ عربية ليعبة أدهم؟ عربية بالدراعة يا سلام بصري ابن عمي مرزوم؟ ابن عمي مرزوم ما تتكلمش معاكم يا سعيد؟ أتكلم من راحتي وعلى فكرة إحنا قاديم منتكلم في أي حاجة وسأبين حاجة مهمة جدا إن الإسراء دي لازم نوقفها عند حدها لا وانا اللي كل ما بجيس سريطها بتقضى تتجنن أنا جننت يا سعيد؟ آآ أنا عظي أنت بتتكلم معاها بحنية مفريطة أنا عايز إسراء دي أول ما شوفها عمسكها كده أشعب سناني أشعب كده بقولك يا سعيد في واحدة هنا اسمها إسراء هاني جابتن شوية شفتها بس هي هاني من أني راحة بالضبط بلاش غلبة عايزك تطفشها من قوتيل قبل ما تشتريه إيه يا إخوانا بنراح على دماري شوية قوتيل اللي تشتريه هي سلفة مني 200 جنيه لا 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 بجد كده مش ممكن إحنا كده خلاص خبنا بقى أنا أترفد قبل ما تعين ليه؟ مش أهلي يسأله علي؟ هو يطول أصلا يعيني في القوتيل عنده؟ أهو ده منظر واحدة تشتري القوتيل ولا حتى تشتري روبع رومي مش معهول هي دي؟ لعلمك بلغ المدير بتاعك إن هشتكيف مكتب العمل وهفضحه في كل حتة كيس بوك تويتر إنستجرام والتيك توك آآ هدي عصابك أنيسة مش برضو أنيسة؟ إن شاء الله هايل بداية مطمئنة أنت مين أصلا؟ أغلب عبدالوهاب المستشار القانوني لفارس بيه ما تجيب ليش سيرته على لسانك؟ أنا بطعفرد لما بأسمع سيرت الرجل ده لا أكيد ما قصدش يزع عليك أنا هخليه اعتزلك بنفسه لما تفهم الأول إيه اللي حصل؟ شغور بقى أه تفضل يا هانم نشرب درينك كده في الكافي شوب إيه ده؟ درينك بالنهار كده؟ أنا أعرف إنه بالليل؟ لا لا أنت فهمت غلط ده عصير فريش أعصر واشرب عطول أه أوكي بس سوري كرامتي ما تسمح ليش أنا لا يمكن أستنى في المكان ده ثانية واحدة طب ديه فلوسي غور في دهية بقى غور في دهية تفضلي يا هانم تفضلي أفهم بقى إنت ليه ما سبتعش تامشي؟ أنا اللي عايز أفهم كذا فتكرتها إسرائق اللي جاية تشتري القتيل عشان أنا لسه ما شفتش إسرائق التانية دي لغاية دلوقتي بس والله العظيم يا فارس لبيتي دي غلبانة قوي غلبانة؟ دي غلبانة دي؟ الله بتجري على ثلاث أيتام أموهم يا راجل يا عمد دي تلاقي بتاكل أكلهم دي طلبت عندي في المكتب اتنين عصير قد كده يا فارس خليك شواف فرق معدة أمان عليك يا فارس شغالها وكسب فيها سواب بقولك يا غلاب هي كبرت في دماغي بقى يا ناها في القتيل طب الله العظيم ما تحتاج لها صدق غلاب؟ أحتاج لها في إيه؟ هو أنا عندي زباين أصلا عشان أحتاج لهم موظفين يا عمد هو أنا قلت لك شغالها موظفة؟ شغالها أي حاجة تعملها بأيديها؟ يا سيعة؟ قديك شاف العينة شغالها أي حاجة ونبي أبوس إيدك حرم عليك قتيل طويل عريب ما فيهوش غيري هو أنا إيه؟ شمشون ده أنا لو شمشون كان زمان يفيست شمشون؟ يا ابن اسمه شمشون بن نون يا سيدي سمي حكشة المهم بتجيب حد يساعدني بالوقت ده بغض النظر يعني إنه بيرمي ودني والله يا عنده حق بيخدم في ست مطاعم أي نعم مفيش زباين لكن كفاية الرايحة والجاية يعني طبّل له طبّل له وإيه المشكلة لما يطبّل للحق؟ جاء تكسر حوقك اتوقف ليه؟ امشي الأخوة لك ألوازوف ألوازوف في عينك يلا بلا هحكيله اللي حصل لا لا خلاص برق عدوي اتكي على الله اتكي على الله عدوي اللي وده بيمشي كده ليه؟ دي ماشيت الألوازوف أكيد أنا هحلل له أكيد اللي تدي خريجة جامعة والإنجليزي بتاعها مش بطار الإنجليزي إيه؟ هاف نايز دي يه وكسبتي لغة بالسرعة دي آه يا متمكنة هصباح الفل والنرجس والياسمين على شجرة حياتي هصباح الفل قولك إيه؟ إيه؟ تلحيت اشتغلتي بالسرعة دي؟ عيب عليك أنا إسراء يوعد يوعد كوني قولتي إن أنت خطبتي؟ لا أقسم بلا ما حد عارف مع إني يعني مش عارفة ليه إنت مصمم إن إحنا نداري حبنا ما قدرتش أداري حبنا ده حبنا مباين قوي أكتر حاجة باينة في حياتنا بس هم هنا منعين جواز القرايب إيه؟ أصلي منعين شغل القرايب أعم فهم أزاي؟ هم هنا بيشبوني قوي وبيقدروني وأنا ليه هالة؟ يا هالة هل قتلني شاي؟ هاتي لي شاي بسرعة هاشي، إنت أم تؤتي صوتك عليها؟ وقال قتل، ده في حج ده مهجور يا عام استني بس حتى بوحد تش إسمع اقولك إيه؟ هو مستر فارس عينك إزاي بالسرعة دي؟ مش عارفة أنا عايز أقولك إن أول مرة شفني كان هيكلني بسنانه نعم إيه؟ ياكلك إزاي؟ آه، أنت فاكر إن هو هيكلني بسنانه؟ لا، مش قصدي إن هو يعني هيكلني بسنانه أقصد إن هو كان متعصب علي يعني آه، كده آه، آه، بس فجأة كده راح مغير رأيه إيه، على طول؟ آه مصنتي مؤثرة يا سحيرة سحيرة مستديرة أموت في الجود آه، أكيد كانوا مزنوقين في عمالة حمامات، بلمان، كيت زيريا شميك بالشاي دلوقتي ولا عميل إيه؟ رد في علي يبقى إيه دلوقتي لا أنا مش قصة إزعالك إزعالك إزاي الدانتي مني، دانتي كلي بـ حاضر إسراء نعم أحبك أحبك بيجهك مبروك يا مولانا جوزت تامر ومصانت مبارح وهتجوز فارس اللي لادي أعيب عليك أنا عمل لتلك حاجة وما حصلتش لا لا العروسة هنا ما يوفقش إزاي هو وفي غيرها قدامه وكام هي ما توفقش يا راجل هي هتلاقي واحد زي وفيه بس ألف موروك يا عام بيضالك في القفص حبيبي حضرتك أنا كلمت مدام إسراء على كل تليفوناتها مقفولة ما تعرفش هي فين بما أنك مديرة عملها يعني أو أعرف هي فين طيب على الأقل طيب حريك أول ما تعرفها أي حاجة كلميني ضروري والنبي ريح نفسك محدش هيكلمها ملكيش دعو واضح أن الهنة مش هتشتري القوتيل وجهت في كلامها وملك فرحانة قوي كده طب بالعين دي فيك هتشتري القوتيل أو أنت ليه مصوم انت بيع القوتيل وخلاص أحسن ما بيع نفسي وأتجوز أي جوازها والسلام أو أنت عايز تبيع أي حاجة وخلاص عندك حل ثالث؟ طبعا ضبط أمورنا مع الضرائب ونقصتهم ده ما كل الناس بتعمل إيه الحل العبقري ده؟ ده إيه الجمال ده؟ طبعا وأجيب بقى حضرتك فلوس الضرائب دي من إين؟ من أرباح القوتيل أه حاسبي حاسبي عشان القوتيل مليان حاسبي ده القوتيل مليان ناس بصي بصي القوضة دي وأنا لاقي قوض ولا لاقي ناس ولا لاقي أي حاجة مستعجل على رزق كنت عملت لك دي مع شركة سياحية هتدمر لنا تلتميت ليلة سياحية كل سنة قولي مبروك بقى والتلتميت ليلة دول طبعا حيستددولنا الضريب اللي علينا يعني هل نواية وتسمي تزير؟ نواية؟ نواية ايه؟ أنا عايزي تزير ايه الطمع ده؟ ما تفلش تبقى جشعة كده؟ تفاقل قولك ايه؟ روح اكفقلي بإيد عني امشي امشي بقى كده؟ امشي امشي شكرا اللي انا في ايدي يا ربي قال نواية قال القهوة يا فندي اقعودي يا اسرق ما يصحيش اقعودي في مكان اكل عيشي اقعودي ما تخافيش انت في حمايتي وانت مين؟ انا قلتلك انا محامي فارس بيه واهم حد في القتيل هنا تريزعي بقى عشان عازك في وضوع مهم طيب حاضر فيه ايه؟ ما تزقش قولي انا شفتك بتسرفزي على الوزر اللي اسمه أمك ايه؟ انا يعني عشان بس لو حد عدى يفتكرني جزت عادي اه بتشرفكم بيتي اه لأفهم كل حاجة بسم الله وانشاء الله ايه موضوع امجد بسرفزي علينا؟ قصدك الدكتور امجد دكتور؟ دكتور على نفسه شكله اقدرهم صناعة يعملهم علينا لا والله ايدا مفاهمني انه هو اهم حد في القتيل هنا طبعا ما صدق يشوف واحدة جديدة متعرفش حقيقته استاذينك بس ايدك بس ما لاش مالش بقولك ايه؟ اتفضل لو الطلب اي مشروب يدفع فلوسه حالا طبعا هو في ايه ناساوسا قدامك انا بفاهمك بعد ايه رجلك بس استأذبك ايوه؟ انت حلو كيفا؟ مالش اه بس الترابك مبايب اقمرني اعرف انك حلوة قوي الله يجبر بخطرك لا لا بجد يعني لفت نظري لفت نظري جامد يعني يبقى عيف حقي لو ما لفتش نظرك بصراحة يعني بس يعني اوحريتك حايزي عايزة عرفتي مرتبطة على حسن ايه ده؟ انت مش باك هزي كنت مرتبطة ولا لا؟ لا يعني مش الله ما صلى على النبي طب نمشيها مش مرتبطة؟ والله يكن قلبي حاسس سأذلك رجلك بقى كده طب طب معلش انت بتسأل ليه؟ بس انا جاي بك عريس عريس كده مرة واحدة؟ لأ المفروض بنسبلك على مرتين بس المرة دي يعني جاي مرة واحدة أحسن هوا ع 기�دك كده قليش؟ completing شايفه شغلها كويس جدا اها طبعا نضيفا 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 نفسي طب والعريس ده يبقى مين لا لا مش هاده ليقولك يا خليها موفاجئة رغم اني متأكد انك يتوافق عليه مع كل الفروق اللي تمكم الفروق؟ يعني فرق في السن مثلا؟ لا مش بالزبط يعني هو من الزواحف ولا الساديات يعني؟ لا 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 ابدا انتاو لاتنين ي pidر ميات لا دمك خفيف فعلش استنىك عام رجلك كده فضل حبيبي أنا عارف يعني أنك لما تقرب منه وتعرفيه هتأكد أنك هتتولد على قديم من أول وقديد هتولد على قديم من جديد؟ هو دكتور نسا وتوليد؟ ولا دا جرافيك؟ لا 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 كدير جديد أمي كدير أمي ومشي في شغلك أمشي في شغلك أسراء في إيه القلب دي حضرتك؟ يلا حضرتك حاضر حاضر لا لا رجلي ومحتاجها بالله خذي على واسع خذي على واسع طيب حاضر حول الله أمر أستاذانك بس كده كده معلش 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 أه لا دا تبدل كده باطي معلش أنا عسفة أنا عسفة يا باختك يا فارس يا باختك يا ابن المحزوزة عايزنا نتجوز إسراء عندك درها؟ دلسانها بينقق سن يا سيدي بالحنية هينقق عسن عايزنا تجوز جرسونة عندي يا غلاب لا ما انت هترفضها وبعدين تتجوزها يا ابن اللذينة يعني انت عملت كده مخصوص عشان أتجوزها؟ رفو عليك طول عمرك ناصح طب اللي عندي فيك بقى مش متجوزها بص أنا سمعت منك الجملة دي كتير في المسلسل بتاع الجواز بتاعك دا وأنا ما عنديش غير نفس الرد عندك أوفشان تاني؟ حاب يعني القوتيل هلا يا مش ستلك هتشتري القوتيل أنا بفضلت لك وقفلت وفنك في وشك إيه أنا بفضلت لك دي يا غلاب؟ والله أحزع المن يا عم أهلا بس ما تزعلش مني سيلك انت من إسراء اللي كانت شير القوتيل دي خليك مع إسراء اللي يخدم لك مستقبلة قال يعني هي وفقت تتجوزني هي الطول أكيد هتوافق بسرعة كده؟ يا ابن الحلال ما فيش بنت ما بتحلمش بالجواز بعدين انت لما هتعرفها كويس هتصعب عليك وهتتجوزها جرق يا غلاب هو أنا جمعية خيرية لا 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 على فكرة أنا خليتهم يحبزلها وضع على حسابك من جنبك يعني يعني عشان تلحى تفتح في الموضوع هو أنت لسه ما فتحتهاش؟ لا فتحتها بس ما قتلهاش مين؟ اتفضل يا هاني قطك وما قالك أرفان كده ليه وانت بتقولها ما حسست إن أنا داخلها بيت الطاعة لأنا بصراحة مستغرب قوي يعني إزاي تدوكي قوضة زي دي؟ وأنا اللي شغال معاهم بقالي سبع سنين هنا ما قاعديني في قوضة شركة مع عدوي أبقول المشكلة بتاعتك ديلر هام سعيد في برنامج سبايا الخير عشان تحلها وبطل نفسنا نفسنا على إيه؟ إذا أنت مستلفة مني 200 جنيه هترجعهم لي آخر الشهر لما تقباضي لا أنا مستلفة 180 جنيه يعني مديالك 20 جنيه مقدما ومع ذلك هرجعهم لك آخر الشهر 200 جنيه آه صح طب إنت تعرف إن إنت لو قدتني 180 جنيه برضو هرجعهم لك آخر الشهر 200 جنيه أدايي فكرة 180 20 إيه؟ فضالي يلا بسرعة قبل ما أرجع في كلامي على فكرة إنت لو مراتي مش هتخافي على مصلحتي كده شفت بقى سعدة وحياتك عايزة مخدتين زوادة بس ديش ولا أنت الهاوس كيبر مو أنت أقول الهاوس كيبر إيه الله؟ ولا التبس بقى تديه الهاوس كيبر لأ من عناية الاتنين هروح أدبلك المخدتين سعدة أيوة نسيت ديني 180 جنيه معلش الفرح أرسيتني يلا فين هم ينفع ميتين؟ طبعا طبعا يا روح حيات هات ربنا يتخطر منهاب لك يا رب على فكرة إيه؟ إنت كريمة قوي وجدعة قوي بعد إذنك قوي فضل الكرة يا تراح يا تراح لابنت اللي عبيت قوي بيدلي في القفص إيه دا؟ اللي هيجيبين مخدتيني؟ أيوة أيوة فيه إيه؟ فيه إيه؟ إيه؟ إيه دا؟ أمجد؟ إيه اللي جابك القودة بتاعتي يا أمجد؟ إيه جيت علي أنا؟ أو لسه خارج منها يا هانم؟ إيه دا؟ أنت بتقول إيه؟ الله؟ فيه إيه؟ هاي الأودة الجميلة دي؟ أسماك ورود وأبشورات إسراء؟ إيش معنى أنت اللي تدوكوا الأودة الجميلة دي؟ كده يا أمجد؟ دا بدل ما تقولي مبروك؟ قالوا أنا اللي دخل الأودة عمال أقولي ونبني توبة توبة فهاش حبنا آه يا أمجد عاش حبنا؟ بس دا عاش كبير قوي يا إسراء ميه المشكلة يا روح؟ انت بتحسدنا ليه؟ إسراء؟ نعم ما تسترعيش بها يا إسراء؟ فيه إيه؟ الموضوع دا فيه إيه؟ ولا إيه ولا منا يا حبيبي كل موضوع باختصار أحب الحركة دي قوي ما غير مش أحبا؟ أيها إسراء؟ إيه؟ قولي لي داني يا أه؟ شفت بقى مش تقولي كده من الأول لا تقول كده أنت ظلمني أنا ظلمك إسراء؟ لا أحبك 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 مموت فيك طبعا يا سعيد انت عارف أن أي معلومة انت بتجيبها لي بديك تعملها فور كدابة عمره ما حصل هيحصل من إنت؟ من دلوقتي؟ عايزة تعرفي إيه؟ عايزة تعرف دلوقتي هما تسكنوا لي البت اللي اسمها إسراء دي أنا مجرد جرسونا أقول إنت بقى أنا هنهزر أنا بس ألك إنت النفس اللي إنت فكرت فيه حتى دي عايزة تجاوزها؟ ما قداموش بنت غيرها ما كان عايز يبيع القتيل؟ وإنت أقنعتين ما يبيعش أنا جات على دماغي أنا في الآخر ما عرفش بقى إلحايا تصرفي لو تقدري إيديك على ثمن المعلومة ضربة في إيدك تريدنا أدفع فلوس في معلومة زفتة زي دي؟ والله كنت حاسي إنك هتخضر بي عشان كده خلتك أنت اللي طلعها المعلومة من نفسك أنا مش فتان يا كدابة يا نصابة هو أنت يا وحشة أنت أوحش يا رب ما تتجاوزي فارس لو إنها بتعليها سعيد خلاص هديك والله فلوس اللي تعيض يا ولا تعالى أنا آسف إنما أنا تنرفزت عليك شوية يعني شوية؟ أنت تنرفزت كتير على فكرة ما أنت كمان اسمك إسراء؟ أيوة إيه المشكلة في اسم إسراء يعني عندك عقدة منه خلاص سميني أدهم الله سدقل إيه عليك أكتر؟ والله لا ماشي قصلي قصلي فتكرتك إسراء اللي جاية تشتري القتيل هو أنت بجدة هبيع القتيل؟ أنت خايفة بيع القتيل كده ليه؟ وأخاف ليه إن شاء الله؟ مسك عليها صور؟ صور؟ إيه الرخص ده؟ لأ أنا قصدي يعني مشترك جديد ممكن يتخلص من العمالة القديمة وإنت منهم أنا؟ يا باش أنا لسه متعينة يعني لسه فرشي كده بخيري بسي الحل الوحيد للقتيل ده ما يتبعش إن أنا أتجوز خلال 24 ساعة وإيه علاقة تتجوز بالبيع؟ لأ ده موضوع كبير بقى أبقلهلك بعدين وأني عروسة دي اللي هتلاقيها خلال 24 ساعة ما أنا لقيتها خلاص مين؟ أنت؟ مين؟ أنت؟ مين؟ إسراء مين؟ الله أكبر، الله أكبر إيه ده؟ أنا مش أصدق نفسي أنا أنا جاي لعريسين في أم واحد شكراً يا رب شكراً أصول إمي قالتلي صوم لتنين والخميس ليه والبركة والبركة إيه؟ والله شكراً يا رب شكراً اتنين وخميس إيه حاجة؟ مين التاني؟ المحامي بتاعك غلاب؟ أيوة تضحك على إيه؟ أنت مش مصدقني؟ طب إيه رايجباء إن هو كان بيلمح لي؟ غلاب؟ طب وإيه رايجباء كان من هو كان بيعملي كده هو بحواكبه وكل شو هيقلع في النضارة ويلبس في النضارة غلاب؟ طب مش مصدقني ليه؟ طب لعلمك بقى سألني أنت مرتبطة؟ ولا مرتبطة؟ هو كان بيسألك عشان تتجاوزين أنا أوه وأنا إيه المطلوب مني إن شاء الله؟ ولا حاجة أنا عايزك بقى تفتحي دماغك أوه بس كده محاديش بيفتح والله طب ريني الجرز لغات ما بصي من الشباب بصي باسي عدوي ايه ده ايه ده؟ عايز ايه 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 في ايدك ده؟ انت مالك يا عم انت فيه انت عينك عتخرم الفلوس يا عدوي ده انا خايف على مصلحتك مصلحتي معك انت؟ مصلحتك مع اسراء ايه مصلحتك مع اسراء؟ ده اعلان بنك ده ولا ايه؟ شركة استثمار شركة استثمار؟ اسراء مين؟ في البيت اللي جات مبارح وشغلوها وضوها قضى في نفس اليوم ايه عريف عريف خلاص مالها يعني؟ تديها المية وتمانين من هنا؟ ترجعهم لك متين جنيه انت ديتها مية وتمانين ورجعتهم لك متين؟ من روحت عشان استلم المبلغ؟ قالت لهات مية وتمانين تاني عشان تديهم لامتين تبقى ترجعهم لك انت؟ ما انا بطلت اسألها بقى عشان تنسي خلصة انت واسك فيها اسراء دي؟ ديت ماغزة الرية بقول لك جات اشتغلت وضوها قضى في نفس اليوم انا وضيتها 1870 هترجعهم لي كام؟ 1845 رضي يا اسراء اه بحيتي تتغياري بالسرعة الفظيعة دي؟ خينة خينة دكتور أمجد تفضل تبقى بتعكل بكبسولة عشان البرد مبروك يا سعيد تخفيت؟ لا تعيبت أكتر ليه؟ تاخدت كام واحدة في اليوم؟ كنت باخد كابسولة بابلاحة قبل النوم ايه؟ كابسولة؟ ده مش كابسول ده البوس لبوس؟ وانت تديني البوس في سني ده يا دكتور بقولك يا سعيد سبني في حالي دلوقتي سبني في حالي ايه بس في ايه؟ بقولك ايه؟ مستر فرس فيه؟ عايزه في ايه؟ عايزة اقوله ان لو باع القوتيل هيتعب نفسيا أكتر ما هو تعبان دلوقتي لا اتطمن ما هو مش هيبيعه خلاص عرفت من ايه؟ سمعت تراتيش كلام كده سعيد تعال يا سعيد تعال عارف يا سعيد انا بعزك قوي زي ما تكون أخويا واكتر بالرغم ان يعني ايه ايه دي؟ السيارة يعني سعيد قولي انت سمعت ايه بس في تراتيش الكلام ده؟ عقبال عندك كده عرفت ان مستر فارس لها العروسة اللي هتخليه ورس من جده كويكلي كده؟ اه مين؟ البيت المجنونة اللي اسمها إسراء ايه؟ سعيد سعيد انت قلت إسراء ها؟ يا عم المالي وانا اللي هتجوزها ده هو لا 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 يا سعيد مش ممكن فارس هيكون ايه اتجوز إسراء انت بتقول ايه كلام؟ ليه؟ هو انت لقيت العروسة تانية؟ ابعد عني ابعد عني ابعد عني ابعد عني وسبني دلوقتي الواحدي في القوضة انا انا عايزة ابقى الواحدي دلوقتي في القوضة كده إسراء كده ادخليني يعني انت عايز تتجوز عشان تورس بس؟ تقريباً يعني حاجة زي كده طب ما فيش سبب تاني؟ عشان ما اضطرش أبيع القتيل كل لا 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 الله طب ما فيش سبب تالت؟ يا حكاية الأسباب دي عموماً لو كان جدي هنا كان قالك مليون سبب ياه؟ انت واضح ان انت كره يتجوز قوي بصي انا بصراحة بخاف منه جدا طب خلي بالك انت كده هتخوفني معاك لا 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 وانت هتخافي من ايه؟ انت جاي هنا تشتغل شغلانها بتلات تلاف جنيه في الشهر دلوقتي عندك فرصة تتجوز الصاحب القتيل كله طب تصدق ان في وجهة نظر بتقول ان الفلوس مش كل حاجة؟ لا ما لا كنت فاهم زيك كده لغاية ما جدي بقى فاهمني انها اهم حاجة وكل حاجة بس انا جدي ما قاليش كده انا جدي قالي ان التلات تلاف جنيه اللي هتقبضيهم على الجامعيات اللي هعملها على القفر طايم اللي هشتغلوا احط القرش على القرش واتجوز الرجل اللي انا عايزه اهو كل واحد حرف جده بقى اهو ليه على رأيك؟ على فكرة غلاب قالي انك مش مرتبطة لا انا قلت على حسب ما رايحتوش يا انا يعني ايه يعني مش فاهم؟ انا مليش ملكة على جسمي زيت يه ههه وبعدين على رأي الأغنية اللي بتقول إلي راح 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 مع السلامة يا فلوس هاي وجهة نظر برضا؟ لا مش وجهة نظر أنا دي وجهة نظر عمر سعم طب وانت بقى وجهة نظرك ايه؟ وجهة نظري ايه؟ يعني انت مثلا لما نتجوز وتورس من جدك مش هتحب قولها تحبها دي مش هتتجوزها وساعتها أكيد هتطلقنا طب مش جايز بقى أحبك أنت أعتبر وقت أنت وشطرتك بقى شطرتي إيه الثقة دي مش جايزة أنا أصلاً ما قدرش أحبك نعم أيوة أهو أهو شوف علي حيثك كمان خدعني بعينيك الخضر دول وهم وراهم فعبان إلا أنت ما سألتنيش يعني أنا حورس كام مش فرق 30 مليون جنيه غير القتيل ده كله طب مش تقول لي قبل ما حطت دي على دي ده مجهود على فكرة طب رضا تعزل يا حك أقول لك إيه المأزون جيه والله أخطف رجلي جري أجيبه واجيه لا لا ما تعبش نفسك أنا حلم اتفقنا؟ يا خرار حسينك ساعة تفكر وترد علي وشوفي بقى طلباتك إيه في المهر والشابكة وتفاصيل دي كلها أنا حاسس كده أن إحنا حنتفك هعدي عليك في الشلي كمان شوية فارس؟ إيه ده معقولة؟ يلغرب يد على الحلوة والجمال؟ يا بخت اللحنة من بخته؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر إسراء الكلام اللي سمعتو ده حقيقة؟ كلام إيه؟ إنت هتتجوزي فارس؟ إيه ده؟ إيه اللي إنت بتقوله ده؟ مين قالك كده؟ مش مهمة مين اللي قالك كده؟ المهمة حقيقة ولا مش حقيقة؟ لا طبعا مش حقيقة يا بني ميت مرة أقولك كيف هنبقى؟ لا تعال لا مش عايز أه أمجد هدي لا يا فارس؟ أيوة إيه ده؟ لا يكون فارس؟ فارس تب ما يجي عادي؟ يجي عادي إزاي؟ لا مش هينفع لازم تستخبص أبعا تبخش تحت السرير؟ لا لا ورا الأباشورة دي؟ هيرفيع استخبى في الحمام الحمام؟ أيوة يلا خشي يا بني بقى فارس فارس يلا لا مساء الخير ممكن دقتين؟ اتفضل 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 مش ممكن؟ ليه الوحيد اللي أنا عايزي يجي مش بييجي؟ كل الممنوع مرغب وين ده اللي كنت عايزي يجي فعلت؟ لا مفيش حضرتك اتفضل يا ماتر أهلا بيك كان بلغني فارس أنه كنته خلاص قبل كتفقه يعني والله على حسبك على حسب؟ اه قد قصدك ليه؟ يعني عشان الحمامات ليه قصد الله قد قودين ها يعني قول ألف مبروك للحيطان ألف مبروك لحضرتك يعني؟ آآ يعني مبروك والله على الحسب يا ألف مبروك يلا يبرك فيك هو أنت مش نازل عليك غير على حسب على حسب من ساعة ما شفتك فيه إيه؟ طب أصلا هو فارس بصراحة قالي أنا سيبك تفكري في الحاجات اللي أنت عايزيها يعني في الشبكة، المهر، البدلات، الحوافز، الحواجز رأيته حفز إيه؟ مش المفروض إن هو هيجوز الموظفة عنده؟ آآ آآ صح صح والله بص أنا بعد تفكير عميكم جيتك عندي هنا دي على راسي من فوق فكرت إن أنا عملها له باكت دي كده على بعضها إن شاء الله تبقى خمسة مليون جنيه خمسة مليون؟ إيه ده إيه؟ خمسة مليون جنيه؟ آآ الحكاية كده آآ بس كلية رجاء عندك طلب كده صغرنا فضل ممكن أنت تبقى بلغوا بالموضوع ده عشان أنا كأنسة من داخلي يعني أتحرج إن أنا أقوله حرجي؟ خجولة لاين عليك يا خجولة من سعب ما شوفتك هبلغوا بس أنا متأكد إنه مش هوافق ما تعتعش ما عجزني يا خجولة؟ لا خجولة حقيقة بس إيه؟ تسموك على خجولة آآ يا فاري يا فاري يا فاري يا فاري يا فاري يا فاري آآ إسرق خرب بيتك إيه؟ إنت لسه هنا بتعمل إيه إنت؟ مش هسيبك أبداً إيه ده فيه إيه؟ قوليلي يا إسرق إيه؟ وفارس كان عايز منك إيه؟ يا ابني إنت كمان غبي ما كانش فارس اللي هنا ده كان المتر بتاعه غلام؟ أيوة، انت بتتتغرب ليه كل مرة؟ لا، انت عليك إخبال غريبة ياوي أم جد فيه إيه؟ مش هانا حاجت لك الحكاية يا حبيبي أيوة، مين فيه من اللي عايز تجوزك؟ يأ، تعال ما أقولك تاني؟ أيوة أهو مغير مش رحمة إسرق قولي تاني إسرق إستغل مش معقولة شفت بقى؟ عنا ترزل مني كده يا إسرق إسرق أحبك 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 خمسة مليون جنيه؟ أنت بزعلي ليه؟ أولا لطالبهم ولا إسرق؟ قصة خمسة مليون دا كتير قوي إيه دا يا فرس الله يخليك ليجي لك زبح هنضطر ينسافر برا نعالجك هيتل منك اتنين ثلاثة الحمد في الله ولا فعلك؟ أعمل لك إيه؟ ما أنت اللي جايب لي عروسة طماعة؟ لا يا حبيبي أنا جايب لك قطة مغمضة أنت اللي طمعتها فيك إزاي يعني؟ ما أنت اللي إله هنلازم أتجاوز عشان أقول؟ يعني غلطيت إن أنا مجدبتش عليها؟ الغلطة دي؟ هتخليك متعرفش تعيش يا حلو طب وحنعمل إيه بقى دلوقتي؟ هحاول أنا كده فصلها كده هخليهم ثلاثة أربعة مليون بنهاية الخدمة نهاية الخدمة؟ المؤخر يعني لا 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 بص هو كله على بعضه كده مليون جنيه حلو قوي يبقى تبلغها أنت استنى بس انت رايح فيه؟ رايح رايح أعصابي في قطيل قريب من هنا قلتل ما يكونش صاحب مضطر يتجاوز عشان يورس غلاب إيه؟ عايز تيجي معايا؟ لأ بص نظرا لضيق الوقت يعني أوكي هنحديها تنين مليون جديه أنا لو قلتلها كده هتغزني بالمطوء إيه بقى أقول لها؟ طيب ما سأل هبنلغ وأنا هخاف أنا ما كنتش فاكرة أن انت كده خالص ما لك خايف كده ومتوتر وألقان مش خايف ولا حاجة أنا بس مستغرب مستغرب من إيه؟ مش عايز تتجاوز واحدة بتشايش؟ وبعدين بقى لك نص ساعة وايف قدامي ما قلتش جملة مفيدة على بعضها ما تخافش مش هاكل طيب الحمد لله طمنتيني أنك مش هتاكليني لأ ما تهلاش أنا فيجيتاريا لو أعرفوا الله معلمة أهلاً أهلاً أنا رشيد قدام باب القوتيل عشان ربينا يكريمنا بقى إيه الله اللي أنت بتهببه ده؟ ما كرس لها والفرنساوي أنا بيهكلش يعيش الكلام ده رص عادل ها؟ رص الفاهم عادل اليوم اللي سيرفز فيه على زمائلي يا له ويه غور يا له غور من وشي مالي فيه يا دنياك؟ تعال تعال هنا إيه؟ ليه يا دنيا؟ الدنيا مدتكش حاجة؟ ولا أي حاجة؟ طب خدي شكراً يا دنيا سيبك منه الودة بعدين أنا حاسة كده أن أنت جايلي بالتشيرت البنك الجميل ده عشان خادر تفاصلني في موضوع المبلغ اللي طلبتم منك تحت الحساب تحت الحساب؟ هو أنت نوية تاخد مني فلوس تاني بعد الجواز؟ يا سلام مش هبقى أمرتك؟ ولا مش نوية تصرف علي؟ بص يا اسراء أنا مش هديكي غير مليون جنيه أنت بتسطرلي بإيدك و أنت بتتكلم بزميتك مش مكسوفة على دمك؟ وكسف من إيه؟ أنت كان أخرك قديكي شهر مقدم وما قديته الكيش كمان أنا هعتبر نفسي ما اسمتش حاجة طب خلاص يا اسراء أنا هزودك نص كمان طب عشان خاطرك أنت أخد ثلاثة مليون جنيه بس تلق تلق طب والدرايب؟ الدرايب يا نهارك أسود أنت عايز تخصم من عرستك الدرايب؟ ما تخصم بالمرة كمان مضافة لا ما هي مضافة لوحدها أنت تهويلي على الولعة بقى آه أهويلك طبعا خلاص يا اسراء حديكي ثلاثة مليون جنيه؟ وحد الدهم لي إمتى؟ بعد الجواز؟ نعم بعد الجواز يا حبيبي وأنا إيش ضمنني ما نحب أجوزك؟ مش مبرر على فكرة الله مش يمكن تخلع مني واتطلقني؟ خلاص حكتب لك زفت بثلاثة مليون جنيه لأ هكتب لي ثلاث شيكات كل شيك بمليون عشان يبقوا ثلاث قوادي وكل قضية بثلاث سنين سجن ثلاث سالمات يا وحشني بثلاث شيكات شفت؟ الدنيا لفت بيك وطردت الجائلي عشان عالجك نفسيا للأسف تخيل؟ ما هو ده اللي تعبني؟ كيف هي دعابة؟ قولي إيه اللي حصل؟ مش عارفة بيع القتيل بشكل كده حبيع نفسي يعني هتنايل فارس انت هتتجاوز؟ ياه يا فارس أنا مش مصدق نفسي مش مصدق نفسي أنا هشوفك عريس وفي الكوشة قبل ما ربنا هياخد أجلي يا حبيب يا فارس مبروك الله يبقى ريفيك يا ماما أعمل لك إيه ما أنت بتتكلم زي أمه وقاريتها جوازة عيدلة ده أنا لسه ما سددتش الشيكات بتاعت الضرائب وهي طالبة مني الشيكات للمؤخر والمهر يا ساتر مين البنت الطماعة دي؟ على فكرة دي بات جيرل فعلا نوتي بس مش تلاقي غيرها مين؟ جرسونة عندنا اسمها إسراء نعم إسراء إسراء دي خطي 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 خاتشي خطي إيه؟ أنت هتستهبل أنا هقصد إسراء دي خطيرة خطيرة جداً إيه دا؟ وأنت تعرفها؟ آه يعني بسمع عنها كلام مش ولابد هنا الجلاب دا شكله حيجوزني رئيسة عصابة لا ما تقوليش طلاب اللي عامل الجوازة دي؟ هو في غيره؟ طلاب اللي جايب المصائب كلها؟ أنا عايز أعرف أنت سايبه ليه حد دلوقتي؟ ما ترفيده يا أخي ولا تعلقه على شاجرة ولا ولا أي حاجة من الحاجات دي زي؟ وبعدين حد يعمل في حراك كنا حضرتك رمز للطيبة والنقاء والعطاء بالدرجة دي زهلان عليها؟ لا علي إيه؟ أصلي علينا إيه؟ أصلي على حد أنت ما تعرفوش وبعدين يعني يا مستر فارس حضرتك صاحب الفندق الأنينة وبنكل من وراء عيش يا باشر على فكرة أنت أوفر قوي عموماً بقى هدعيني أن الجوازة دي تعدي على خير فارس فارس أنت عايز تتجوزها بجد؟ يا ابني بقولك ما قدميش غيرها إزاي هتوافق تتجوزك وهي أصلاً مخ 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 إيه؟ مخلولة مخطولة مفطولة مخبولة هي مخبولة في مخها مخبولة كده مخبولة عشان هتتجوزني؟ ما أنت كنت بتتكلم كويس؟ يا مستر فارس أنا عايز أعرف هي إزاي هتوافق تتجوزك السفلة المتاحة الرقيصة بعد ما عرفت إن حضرتك هتأخدها مصلحة وهتبقى مروحة فهمني آآ بص بقى خد بقى من أخوك الكبير لو عايز تعرف الحقيقة وتعرف الدنيا ماشية إزاي إن جواز كله مصالح والدنيا عموماً عبارة عن مصالح دنيا مصالح يا سي صالح شوف مصلحتك إيه برنامج الإزاعي اللي أنا قاعد فيه ده؟ مستر فارس اسمعني كويس قوي الجوازة دي لا يمكن تتم إيه؟ أيوة الجوازة دي لا يمكن تتم جواز إسراء من فارس باطل جواز إسراء من فارس باطل جواقوا فيه يصم باطل باطل إيه الفيلم العربي اللي أنا عايش فيه ده؟ مه؟ إست الفستان؟ آآ إستو بس محتاج شوية تأفيز تأفيز إيه؟ نحتاج يا سمكة أبعرض متر وسمكة هنا أبعرض متر بتقل إيش هاوديل الخياطة في الهاوس كيفينج إيه ده؟ انت الحيطة جبتوه إمتى؟ إحنا حاجزينه من شهر هو المأزون طب على الله بقى صاحبك ميرجعش في كلامه ما يدينيش الشكاة لا هي مضي غزبن عنه سيوعي تنسي العمول اللي اتفاقنا عليها اللهي ما فاهم حاجة هروح الحق والأحسن ينتحي قبل ما يتجوزك قام جد قل ليه؟ قلبي لك؟ قل ليه؟ عمري لك؟ بقى سلطان قل ليه؟ أنا هقتلك إيه ده؟ من مين ده؟ هتتجاوزي يا إسراء؟ هو مين بس إيه ده؟ فارس فارس يا هانم هتتجاوزي إزاي؟ وانت خطيبتي يا إسراء؟ أهو؟ قديك قلتها بعض من لسانك يعني أنت خطيبي وبعدين مشيت اللي قلت من الأول إن أنا معرفش حد إن أنا مخطوبة لك وحتى بالأمراء لما قلت لك لين خب حبنا؟ فاكر ولا لأ؟ أيوة أيوة أنا فاكر طيب إزاي بقى هتجوزوا؟ بس هو هيتبلع ليك هلم هو قال إن إنتي بغضتي على شكات يا نهار إيه سود؟ لا 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 ما فيش الكلام ده بس بس الشكرة السكينة دول كده طيب إيه؟ شايفني طبق سجوء؟ أنا أقول لك اللي حصل لا أقطعك لا لا أبدلاش بس بغيب نودني قولي تاني بس من راحة حاول تسمعني لا يا شيخة لا يا شيخة أنا وأقول لك نقطة أنا وأقول لك اللي حصل إسراء قولي لي تاني حا يا معقول الموضوع كده؟ أيوة أنا ظلمتك شفت بقى؟ إسراء I love you I hate you I love you I love you فوتبول كده ده في العيب مصاب هنا يا دكتور أمجد أنت فين؟ أنا أعيب عليك الدنيا كلها طب تعمل إيه؟ ده مفيش فورة أصلة تعال بس تعال نزل لي فورة نزل لي فورة يا سعيد وليك نفس؟ يا سيدي يا سيدي هي بقى لشغل ولا لعب أقول لك يا سعيد نزل لي فورة نزل لي فورة بس على فلوس أنا سفاح أنا حب الفلوس مع إني ما بشوفهاش وأنا بموت في الفلوس وبممسكهاش أقول لك يا سادة لو لقيت حد معا فلوس قول لي دينا أنا يخرب بيتك بتدحكني لقيت معايا حاجة تهمك أوي 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 بس كله بتمنى تهمني؟ أكيد الكورة لا سيبك من الكورة حاجة أهم حاجة أهم؟ ليه أنا؟ يا الكتاب يا السماعة والاتنين أنا سايبوا في المنتب يا لئيم دكتور أمجد أنا عايزك تتصخصح كده وتفوق معايا أنا عرفت كل حاجة بس تطموا سرك في بيغ سعيد بس تطلع لي شوية مية من البيغ لا احترم نفسك احترم نفسك يا سعيد مش عشان رفعت الحواجز تهم ترفعني الحواجب أنا أنا مالحدش يتكلم معايا بالطريقة دي أنا ده أنا دكتور أمجد أمجد يمرد لكن لا يموت اتكلم معايا كويس طب يا دكتور أمجد مش عايزت وشوشني حاجة في ودني هي يا سعيد بقى متستغلش حبي لك يا أخي انت صحيح أخويا بس أنا ما عنديش حاجة أقولها لك أولا عايز تقول لي حاجة في ودني دي سعيد ارجع لورا ارجع لورا لأني بدأت أفهمك بشكل مش كويس لا أنا اللي بدأت أفهمك صح فكرة تندم يا جميع الكورة أعرف إزاي اللي وده زاكي قوي يعني إيه؟ أنا أفضل قعد كده لغاية ما يتنالي تجوزها؟ فريدة الحمد للأدي لقيتك أبعد عن وش السعادة المش طيقة نفسي خلاص مالكيش في الطي المصير استنى تبصوت إيه؟ معايا لكي فيديو حياء أموت بالنسبالك قولي هاسي بك تتفرج عليه براحتك بس بعد ما تبديني حق بس له منكلفني كتير قوي عيب عليك يا سعادة أنا أمر كلت فلوس عليك يا ولا وأنت بتعملي حاجة غير أن أنت بتاكل علي الفلوس؟ طيب بده أنا أتفرج عليه عشان أقدرهولك أمر لله مشكلت إن طيب وعلنياتي وبسدقكم قوي هتجاوزي إزاي؟ وأنت خاطبت يا سرق أهو إيه دا؟ قدي كل دا بعض مثل ثانك طيبت دي مخطوبة الأمجد؟ وكادت مخبية على الفندق كله أمركد هتجاوز فارس إزاي؟ شو فيها قالت الأمجد؟ متواشواشو؟ أنت مش مسجل الواشواشا؟ وأنا هسجلها إزاي إن شاء الله؟ ثم أنا ما بتدخلش في اللي ماليش فيه أو لأ قوي أنت هتقول لي؟ أنا هعملي هنا دلوقتي أنا عايز عرفه مناوينة على إيه؟ أنا مليش دعوة أنا قلتلك على أهم معلومة معلومة نقصة معلومة نقصة أنت بتعملي إيه؟ بعتي الفيديو كل ده عشان ما تدينيش حق إيه؟ كسر حقك راحة فين؟ حسك عينك وقل لحد إن إنت أديتني الفيديو دا بيموتك طبعا ما دانا يا ربي مع الناس دي؟ هرام عليكو يا ناس أنا حاس إن أنا بيت مضمن فلوس الله أعلم أقلبهم في أي حاجة أيوة خلاص بعتولي فستان الفرح على الأودة هخلص حجر الشيشة اللي في إيدي وأم إيسو سلام في عروسة في الدنيا بتشيش ليه الفرحة؟ منتدخل في ما لا يعني سمع ما لا يرضيه في بقولها تانية بتقول إن رائبتك في إيدي فانتكلم كويس إيه دا؟ ماليش فقرني بنفسك أنا مستر أدهم من ريسبشن ونحط تحت مستر تلاتة خط عشان عايزك في المعضة المهم يخصك إسراء إيه؟ تكونش مزنوك في جوازها إنت كمان؟ أنا فعلا مزنوك بس في جوازها تانية مش فاهمة إنجز وقول هفاهمك سعيدة بالما مكشفك الإسراء وعرف أن أنت مخطوبة الأمجد أم.. 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 أمجد مين؟ أم.. أمجد مين؟ فقدت الزكرة دلوقتي؟ أمجد الدكتور اللي شغل في القوتيل واتفق معاك تيكي تشتغلي هنا بشرط أن أنت ما تقلوش حد اللي أنت خطبته لأ ماليش فكرني بأكتر؟ أه فكرك بتاع لا! لا 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 يا قوتيل افتكرتي كده؟ أه اللي بيقول أيلاميو؟ أيوة أهوة ده؟ أهوة ده؟ لا مش فاكرية الصراحة إحنا هنستعبط أنا مش فاهمة أنت عايز إيه؟ سعيد سجلك صوت وصورة أنت وهو وبعشر أجنين مش يخدها حد بس يعشمه هيفضحك في القوتيل والغردقة ومش بعيد الموضوع يوصل الجونة كلام الفارغ اللي أنت بدؤوله ده بصدتي ركزي معايا ما فيش وقت فريدة زميلت في القوتيل معاها نسخة من الفيديو وأكيد هتطربك اسمين عشان تبقى أقوز تجوزها عند مستر فارس دوم دوم اس اس تاخد كام وتديني أصل الفيديو حبيب قلب يا ماما أنا مش عايز فلوس أما لا عايز إيه؟ أنا عايز فريدة نعم أفهمك الموضوع؟ أنت لو بلاها أمجد وحتخلص الفارس يبقى توكّلي على الله إلحق مستر فارس عشان كمان أنا ألحق فريدة وأتجوزها فأبوس إيدك إدقليجي إدشقليبي واسيبك من الشيشة دي عشان مضرة بالصحة وروح المستر فارس خلصي معاه ما أنت شطورة أهو ما تعمل إنت الحاجات دي ما أنا أمي تنيك وتعرف أعمل حاجة وكتش جاد لك قلتك لك تعمل لي حاجة لا طب خلاص ماشي هعمل كده هني ماما سيب الشيشة هخلص أخر بوق واقوم أخر بوق؟ أيوة إيه ده؟ انت بتدرب الشر مع الشيشة؟ قم يا أسراء حاضر يا أسراء حاضر يا أسراء حاضر يا ستي هجيب لك الحرانكش إيه؟ هنزلك بقولك من داون تاون ممكن ألاقي معاني الغدامة مفيش حاجة زي دي حاضر حاضر سلام يا شقية عايزة تسربك من أوتيل عشان ما تلحقش الجوازة جوازت إيه؟ جوازتها على فارس نعم فارس؟ فارس لازم يتجوز بسرعة هو ما قدهوش غير إسراء سعيد انت أكيد فاهم غلط الموضوع غلط تماما انت أكيد تقصد إسراء تانية خالص إسراء إسراء ليه أنا إسراء 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 الجرسونيرة أعوذي إسراء الجرسونة هتستعبط ما أنا عارفت إن إسراء خطيتك إيه؟ دا أكيد إشعاعات وبعدين أنت عارف الإشعاعات بتطلع كتير جداً على المشايير والشخصات العامة وكده سعيد ما أنت عارفت من إيه؟ من معايا فيديو إيه؟ اللي ممكن يكون صور فيديو زي دا؟ أنا هجيبه أنا اللي صورته هسيبه سعيد سعيد أنت صورتنا إزاي؟ صورتنا من أنا الزاوية بالزبط صورتك وهي بتوشوشك في ودانا وجيت لك ووضحت لك وقولت لك مش عايز توشوشني في ودني دي وتقولي حاجة أو تعرفت حاجة في ودني دي وإنت ما شفت ميش لا إزاي سعيد بالعكس أنا شايفك تولي نهار رايح جايي بالفندق رايح جايي طب يعني من الآخر كده هتشوفني ولا هشوف غيرك؟ سعيد سداني أنا شايفك كويس ممكن مثلا العدسات بتعباني شوية صح صح معايا يا دكتور صح صح؟ آه أهو يا سيدي أهو؟ دكتور أنا عايز فلوس يا دكتور ها؟ ياه أسس إن نظر يرجعلي فجأة قد إيه؟ قد إيه أنا أنا شايف إن السماء صافية وجميلة يا ابني اللذينة ترى صور إيه؟ من قيل يا زاوي هتجاوزي إزاي؟ وانت خطير فيديو ده خطير جدا أهو؟ إيه رأيك بقى؟ رب عليك يا سعيد أنت فكير من البيت دي عشان أسلم عليك؟ أنا عايز عمولتي تمن الفيديو العالمي اللي أنا صورته قولي في الأول يا سعيد فارس شايف الفيديو ده؟ آه معنى كده إن مستر فارس معرفش إن البيت دي مخطوبة للدكتور أمجد؟ طبعاً ما يعرفش آه ولو عارف هيخلع من الجوازة وهي صعب عليه أمجد زي ما سيب عليه أدها مصابله فريدة ما مرضيش يتجوزها انت ابني شغال بلمان ولا محلل نفسي هتديني كاما عشان ما بلغش مستر فارس وببوز الجوازة واضيع عليك عملتك أبا ابتزاز تعارف عقوبة ابتزاز المحامي في أوقات العمل أسميه إيه يا سعيد؟ آه طبعاً عارف ابتزاز وعلى فكرة بقى أنا ليها في الكاشات مش في الشيكات هتديك اللي إنت عايز يا سعيد بس انسى الفيديو ده خالص خلينا الحق الجوازة اللي حلبنا راح فين؟ الموبايل بتاعي لأ أنسى الموبايل ده كاما يا سعيد معلش أخطف معلش أخطف معلش أخطف ويعني لا فلوس ولا احترام بس غلاب إيه ده؟ تكرت ماشية؟ افتكرتك بس جاي لأ خلاص اعتبر نفسك مش شفتنيش إيه ده؟ انت فكر نفسك هترجع في كلامك معايا ولا ايه؟ صدقي حتى دي مش هقدر عليها أنا مش فهم أنت خايف قوي لي كده قال الله أنا بقيتش عارف أنا خاف من إيه ولا من إيه ولا من إيه فضلي مش كاد بتاعتك هي اللي أنت طلبتها يا حبيبي يحاي هي بتقوله يا حبيبي امسك نفسك لسه اللي جاي بلاس اعتيني روحي أنا هقتلهم خلاص؟ رديتي عني؟ آه طبعاً وقعت حط في دماغك إنك إنت تربط موضوع الشيكات بجوازك؟ لا 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 سمح الله أم الربطي بإيه بقى؟ بسعر اللحمة النهاردة؟ ربط بحبك لي والشيكات دي أصبر دليل على حب ها؟ الحقي دي ناس تبوشه بسي قلب أمك أنت ضغمت عينك وأنا هوصف لك هقتلهم هقتلهم بسي يا سراء إحنا مش حناتك على بعض لا أنت الحق تتحبيني ولا أنا الحق تحبك اللي بيننا مصلحة أوه عيدر وعد بعد الجواز هتنموت في آه في السجن بقى إن شاء الله وأنا محبوس بالشيكات دي قول حبيبتي وحشتني وحشتني حبيبتي قلب حبيبتي قلب فلوس تري 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 تعالي توتي تعالي توتي تجيبة تسيبة وتخلي كل الناس حواليك فلوس تري يا نهار اسود هو فالس جاي أخد شيكات تاني ولا إيه؟ أيوة أيوة يا ربانا يا ربانا مش ممكن إيه؟ أيه؟ نعم إيه؟ إنت إيه يا أمجد؟ لحيتي حبيبي جيب بقى حبيل عزيز والحرامكش؟ يا سلام مش السيزن بتاعهم يا هانم أيوة أنا عرفت إن فيها أنت كنت بتبعتيني عشان محضرش جواستك على فارس بيه؟ ثاني؟ ثاني يا أمجد الكلام الهبى اللي إنت بتقوله ده؟ أيوة وقدينا شفتك أهو وفستري الزفاف زفاف على فكرة عشان تعرف ان انت ظلمني انا لابسة فستاني الزفاف ده عشان بجربه عشان يوم زفافنا انا وانت تبعيد يا عمي يا كدابة 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 اسراء انا شفتك بنفسي وانت بتاخده مني الشيكات ايوة بتقوليله بتقوليله يا حبيبي انت هتاخد حوانة ولا ايه في ايه يا قمدد افهمني انت مش فاهم حاجة تعال بس اما اقول لك لا ايه يا عالم عايزة تبعتيني الايه تاني ها اجيبلك ضم طب ضم علي بس وانا هقولك الحاجات لا تعال بقى بضعف شفت بقى تعالف ايه كمان بتغيري بقولي ايوة تعالف بحكي لك كمان مش كنت تقولي من الاول دايمان زلمني اسراق ان LUV YO اياراب بقيت بيه ها انتي حتة بدلة نحس يمكن لما كنتش لبستك كانت الجوازة تمت والله ما عارف مين فينا لنحس انا ولا انتي هسه تكون البيت المجنون راجعت وكابت الشيكات يا رب تكون هيا عاوزك ضرور خشي الحمد لله انت لست ملبستهاش حلبسها حلبسها هو انا عندي بدلة غيرها انا بتكلمش على البدلة انا بتكلم على العروسة نفسها لا بقولك ايه فريدة احترم نفسك انت يا بيتي بقى مش هتبطل النفسان اللي انت فيها دي انت عارف رغل النفسانة بتاعتي دي انت كان زمانك دلوقتي متسوح ورا الشمس ما تتجوزي بقى وتخلصيني من زنبك بقى كده طم تخلينا في زنبك انت حسن فعلا بصوا على الفيديو الجميل ده قبل ما تتجوز العروسة الجميلة بتاعتك اسراء اظن بقى حتقوليني انهم منعوا الجواز ولا حتقتل وانا بتجوز تبتترية انت فعلا هتموت لو متجوزتها اللي لا دي خطبها هيقتلة ايه خطبها هي مخطوبة ما تيجي نشوف هتجوزي ازاي وانت خطبت اسراء ده امجد بالضبط خطبها بقى له سنتين وجابها تشتغل هنا وقال لها ما تقولشها لحد انها تتابعه من اللذينة اتريب قوم ما قلتلو انا هخطوبها قاعد يقوللي بخطيرة ورئيسة عصابة لو انت قلتلو ما لازم اقوله بس هو ما قلش انها خطبته فالح تاخد بالك بقى منهم هما الاتنين عشان شكلك كده ما شاء الله ده خلي على جنازة مش على جوازة بص يا فريدة انا عايز من الخدمة انا عارف ان انت كاتمة تأسرار ايه؟ انا عارف انا مش عايز حدي شوف الفيديو ده خالص اه؟ حدي شافه قابلي؟ يا الهر اسود القوتيل كله شافه يعني مش بالزبط قوي كده انت اخر واحد اصلا في القوتيل تشوفه شكرا يا فريدة اتفضلي اتفضلي ربي ايه المصائب دي؟ ايه المصائب دي؟ اسلم ايه دي ست بجيزة اللي تحمر و اللي تقمر و اللي تدقى و اللي تدقى ميه؟ ايه دا؟ اللي بنحاول تسلم يا راه؟ ايوة ايه دا؟ انت لبست الفستان؟ اه على انا لنبست الفستان انت بقى ملبسش برناليه؟ و يا طرى بقى الفستان دي لابسهولي ولا لابسه لحد تاني؟ هالبسه لأمي يعني مسلا؟ لا لا سمح الله يعني بصي انا عايز اعريكي حاجة ايه؟ تطوريني ايه؟ ايه رأيك في الفيديو ده؟ ايه اللي بنحاول اللي بنحاول عربيتين اخواطوا في بعض ازاي؟ ايه دا لا لا مش دهم مش دهم ايه دا لا لا مش دهم مش دهم ايه دهم ايه؟ اهو لا ايه دهم جد؟ خطيبك؟ لا 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 اه مش عارفة يعني ايه؟ ممكن افهم؟ لا ايه دا؟ تهم ايه؟ مش اخد ان صوتك عالي قوي بلقوتي الكل هيسمع انت عارفة كمان؟ ايه دا بجد؟ ايوة صدق طنعت؟ بيرس اي لا بيو اي لا بيو اي لا بيو تمام باي 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 انا هقضي امن الضرب ده؟ انا هقفره اه اه؟ طب مني اصرق لك ايه؟ قالتلي انها فعلا كانت مخطوبة الامجاد لغاية قلت معرضت عليها انا الجواز وانت قلتلها ايه؟ سألتها ايه اللي خلتها تغير رأيها بالسرعة دي؟ وهي قالتلك ايه؟ قالتلي ان هي معايا حسب بامان اكتر وانت قلتلها ايه؟ يا عمر حمي قالتلك ايه؟ قالتلي ايه؟ في ايه؟ ايه يا عمي بتطمن عليكم وشوف نويت على ايه؟ لا اول مرة حسة ان انا مش عارف اخد قراري لا القرار دا سيبهولي انا بقى فارس تازم تتجوزها حالاً بعد كل اللي عرفته؟ ايه يعني؟ هي اول واحدة تسيم خطيبة وتتجوز حد غيره؟ دي ما اتجوزتنيش انا دي اتجوزت الشيكات اللي انا مضتها لها مش مهم ما انت كمان هتتجوزها وتاخد مراس جداً؟ اه وبعد كده بقى تسيبني لما تلاقي واحد اغنى مني زي ما عملت مع امجاد بالزبط لا امجاد دا تنساه خالص امجاد دا ان شاء الله هنحطه في كيس زبانيا كده ونسربه زي القطط ونخلص منه ونجي الدكتور بجد بقى ينقب القتيل بقى فارس لا 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 انا حس ان الجوازة دي مش بجد لا هتحس اول ما تندي كده عاد الجواز باليمين وتستلم راس جدك بالشمال واخد انا العمولة بتاعتي بقى عشان هزبط حالي بقى 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 لها اسراء وشوف لي اي واحدة تانية واحدة تانية ازاي؟ انت مش ماضي الاسراء شكدت؟ طب ويعني ايه؟ يعني هتقول لها فاكست الجوازة هتقول لك قالست والسلام عليكم ورحمة الله يا عم استنى بس عايز يا فارس والاتنين من لون ونص هديك قلت بنفسك يبقى لازم تتجوزها حالا وبأي طريقة فارس يا اخي انت مقنع اوي اجري يا اسراء اهو احنا هنروف فين الوقت اقاهرة طبعا اقاهرة هنبتك مين شاك بنوصل لنا المشيح اجري يا اسراء